أهلا بكم مجددا في إطار التصدي للخطر الإرهابي المرتبط بما يسمى بتنظيم الدولة تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية تمكن اليوم من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش مكونة من سبعة عناصر ينشطون بمدينتي فاس وملاعقوبة التفاصيل في تقرير نعمة مع العينين في إطار التصدي للخطر الإرهابي المرتبط بتنظيم داعش تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية موالية لهذا التنظيم الخلية متكونة من سبعة عناصر ينشطون بمدينتي فاس وملاعقوب وأثبتت التحريات أن الخلية لها صلة بشبكة متطرفة تم تفكيكها سابقا وكانت تعمل على دعم صفوف هذا التنظيم بمقاتلين مغاربة عملية التفتيش أسفرت عن حجز سلحة بيضاء وبذل عسكرية ومبالغ مالية بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية الأبحاث الأولية تفيد أن أعضى هذه الخلية كثفوا من نشاطهم في استقطاب وإرسال مجموعة من المتطوعين المغاربة إلى الساحة السورية العراقية بتنسيق مع ناصر ميدانية مكلفة بالعملية الخارجية لداعش وهناك يخضعون لتداريب عسكرية بمعاقل هذا التنظيم زعيم هذه الخلية قام مؤخرا بتمول التحاق ثلاث متضرفين مغاربة بصفوف هذا التنظيم لاكتساب الخبرات القتالية وتجدر الإشار أن شقيق أحد أعضاء هذه المجموعة مدان في إطار تفكيك خلية إرهابية خططت لشن عمليات تخريبية نوعية بكل من المملكة وإحدى الدول الأوروبية في حين أن باقي العناصر لهم أقارب يقاتلون بصفوف داعش بالساحة السورية العراقية وسيتم تقديم المشتبى بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الجار معهم تحت إشراف النيابة العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر